اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن ديناء وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ان انطمام مملكة البحرين لعضاء مبادرة التحالف القرم من اجل المناخ يجسد حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات المعنية بحماية البيئة وتحقيق الامن المناخي جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الوزير في الاجتماع الوزري رفيع المستوى حول اشجار القرم الذي عقد على هامش اعمال قمة تغير المناخ كوب 28 واكد وزير النفط والبيئة على استمرار تكثيف الجهود الوطنية الرامية في مملكة البحرين لتحقيق اهداف الخطة الوطنية للتشجير لزيادة الرقعة الخضراء ومضاعفة عدد الاشجار بحلول العام 2035 ووضح ان مملكة البحرين رسمت خطة وطنية شاملة لمشروع استزراع اشجار القرم لزيادة عددها بدعم ومساندة القطاعين الحكومي والخاص مؤكدا اهمية الشراكة القائمة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية لتعزيز ثقافة الزراعة والتوعية باهميتها البيئية والغذائية اشتركوا في القناة